قبل أيام قليلة أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان وإشراك فرقة عسكرية جديدة في العمليات وهي الفرقة 36 التي تعد الفرقة المدرعة الأكبر في تشكيلاته وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تقدم للجيش الإسرائيلي وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي توغل في مناطق تبعد من ثمانية كيلومترات إلى عشرة عن الحدود الإسرائيلية مع لبنان لكن بالأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ستة من جنوده من الكتيبة الواحدة والخمسين التابعة للواء جولاني من بينهم ضابط برتبة نقيب في معركة مع قوات حزب الله في جنوب لبنان صحيفة تايمز أوف إسرائيل وصفت مقتل الجنود بأنه الحصيلة الثانية الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي بعد مقتل ثمانية جنود في مطلع أكتوبر المنصر أما عن تفاصيل ما جرى تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية جرت في العشرة صباحا بعد دخول قوة إسرائيلية إلى مبنى بإحدى القرى اللبنانية كان يختبئ فيه عناصر من حزب الله وقد فتحوا النار على الجنود من مسافة قريبة لتندلع معركة شرسة استمرت عدة ساعات وقتل فيها عنصر من حزب الله على الأقل أما تحقيقات الجيش الإسرائيلي فقالت إن الجيش استهدف المبنى بالنيران قبل دخول القوة إليه وإن مقاتل حزب الله فروا من المبنى المستهدف عبر نفق وبهذه الحصيلة يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 793 منذ بدء الحرب على غزة و53 قتيلا منذ بدء عملياته العسكرية في جنوب لبنان لم يكن هذا التطور الميداني الوحيد بالأمس فقد أعلن حزب الله عن قصفه لأول مرة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مرتين بمسيرات انقضاضية وصفها بالنوعية وبصواريخ باليستية من نوع قادر إثنان وبثل حزب هذه المشاهد التي قال إنها لاستهداف قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوب شرقي تل أبيب إذن كيف جاءت التعليقات على التطورات الميدانية التي حدثت في لبنان دعونا نبدأ هنا بحساب صالح يقول صالح القتلى الستة أمس في جنوب لبنان ينضمون إلى لائحة طويلة جدا من قتلى لواء غولاني مقتل جنود نخبة وكارثة تتلوها كارثة في لبنان وغزة إذن نصل معكم إلى أبو هاشم خسائر الجيش الإسرائيلي الفادحة تفضح نتنياهو وزمرة في إسرائيل وتجعلهم تحت ضغط شعبي ماذا عن مايا؟ تقول حزب الله يبعث برسائل مفادوها أن المتطرف نتنياهو فشل بعد أكثر من خمسين يوما على حربه بلبنان بتحقيق أي أهداف عسكرية بتقويض حزب الله وتفكيك قدراته التنظيمية والعسكرية ننهي التعليقات بحساب بناو يقول يبدو أنه مقابل كل مسيرة أو صاروخ على وسط إسرائيل يتم تدمير بناية في الضاحية إسرائيل ردت صباح اليوم بشن الطائرات الحربية غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقة الأغباري ومحيط أشورفات وتحديدا العمروسية كما استهدفت غارة عنيفة محيط حارة حريك ظهره اليوم هذه غارة ترجمة نانسي قنقر